قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على حي الصناعة الشرقية مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع ما يسمى الدولة الإسلامية جماعة الحث وصالح تستعيد عددا من المواقع في مديرية الصلو جنوب شرق تعز وسقوط عشرات القتلى والجرحى في المواجهات مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يوافق على تقليص كهرباء قطاع غزة أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة والبداية بالشأن السوري حيث قالت مصادر إعلامية إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أجزاء من حي الصناعة شرقية مدينة الرقة بالإضافة إلى كفنة الهجانة وحي الرومانية غربية المدينة وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم على أطراف الرقة جاء بعد الشباكات وصفت بالعنيفة تخلى لها قصف لمقاتلات التحالف الدولي لعدة مواقع لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية المكونة الرئيسة لها قد أعلنت سيطرتها يوم السبت الماضي على حي السباهية والذي يقع في الجهة الغربية للمدينة متابعة لآخر تفاصيل تفاصيل معركة الرقة ينضم إلينا من غزة عنتاب الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الأصمر أهلا وسهلا بك سيد فايز بداية كيف تقيم إلى حدود الساعة المعارك تقدم المعارك في الرقة هل تبدو الطريق ربما سالك أمام قوات سوريا الديمقراطية لتحقق نقل تقدم سهل وسريع هناك مساء الخير أستاذة سارة يعني حقيقة أن مدينة الرقة من الشرق إلى الغرب هي بطول 7 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب 4 كيلومتر سقط منها ثلاثة أحياء هي ليست حرب تحرير هي حرب تدمير تستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة للأسف نحن تعلمنا في أكاديمياتنا العسكرية أن هناك أساليب لخوض معارك المدن والمعارك المدن المأهولة بالسكان هي ليست كمعارك الصحراء تستخدم فيها الأسلحة الطويلة المدى والمدفعية والهاونات وتستخدم فيها الطيران هذه معارك خاصة لا تستخدم فيها أسلحة الرمي غير المباشرة كالهاونات المدفعية فما بالك الأسلحة المحرمة دوليا كما أمطرت سماء الرقة ورأيناها جميعا على وسائل الإعلام بالقنابل الفوسفورية الحارقة للأسف يتهمون داعش أستاذ سارة بأنها تحتجز المدنيين كدروع بشرية هل هم بأرحم بهؤلاء المدنيين من داعش عندما يرمونهم بالأسلحة بكافة أنواع القذائف للأسف لأن العنصر هو عنصر كردي من يحرر المدينة والمتواجدين في المدينة هم من العرب السلنة فإذا لا مجال استخدموا كافة أنواع الأسلحة ما عليش يعني إذا كانت المعركة كما ذكرت هي ربما باتت شبه محصومة هل الأنظار الآن تتجه ربما إلى معارك أكثر تعقيد لنقل المعارك الدائرة الآن على الحدود السورية التي ربما تبدو أكثر أهمية سواء للجانب الأمريكي أو حتى لإيران وميليشياتها هناك أستاذ سارة حقيقة أن ما حصل في الأستانية كان مخطط له من قبل الروس ومن قبل إيران بتجميد مناطق القتال وقوقع الثوار في أماكنهم والمناورة بقوات النظام وميليشياته بعد أن خففوا القتال على تلك الجبهات وثبتوها أن ناوروا باتجاه البادي فأصبحت الآن المعارك حقيقة هي معارك معابر ومعارك حدودية حتى لاحظي أنهم نفس ما صار مع قوات النظام في منبيش قطعوا الطريق على قوات درع الفرات الآن قطعوا الطريق على مغاوير الثورة في منطقة التنف وأصبحوا ضمن قوقعين ضمن منطقة حمى منطقة التنف الذي حددته قوات الأمريكية بـ 55 كيلومتر وكأنها تقول للنظام معلش بعد الـ 55 المحيط اتقدموا هذا الذي صار والآن باتجاه مدينة دير الزور وخاصة بعد أن فتح محورا جديدا آخر من اتجاه مسكنة وباتجاه الريف الرقة الغربي وصولا إلى دير الزور أشكرك جزيلا شكر على جملة هذه التفاصيل الخبير العسكري والستراتيجي فايز الأصمر كنت معنا من غازي عنتاب ونبقى في سوريا إذ قالت وكالة قاسونة الإخبارية إن قوات النظام شنت صباح اليوم هجوما واسعا على مخيم درع للاجئين الفلسطينيين أوضحت الوكالة أن الهجوم تزامن مع قصف عنيف لقوات النظام استهدف أحياء درع البلد بقضائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريق بالإضافة إلى أكثر من عشرين صاروخ أرض أرض كما شنت المقاتلات الحربية عدة غارات جوية بالصواريخ الفراغية على نقاط التماس بأطراف المخيم وحي المنشية وتعد هذه المحاولة الثالثة لقوات النظام لاقتحام المخيم في الأيام القليلة الماضية قالت مصادر يمنية إن الحثيين وقوات رئيس السابق علي عبدالله صالح استعاد عددا من المواقع في مديرية الصالو جنوب شرق تعز كانت قد سيطرت عليها المقاومة والقوات الموالية للرئيس هادية وأوضحت المصادر أن هجوما عنيفا للحثيين وقوات الصالح أصفر عن استعابة مناطق الصيار والشرق والهود وانسحاب المقاومة إلى منطقة السيرتين وقد سقط خلال المواجهات المتواصلة هناك عشرات القتلى والجرحى من الطرفين في الأثناء تتواصل المواجهات في الجبهة الشرقية لمدينة تعز حيث تتركز المواجهات في مناطق أطراف معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة هذا قد شن طيران التحالف غارات جوية على مواقع الحثيين في مناطق الشمال المخى وموزع غرب تعز في اليمن أيضا قتل عشرة عناصر من تنظيم القاعدة وجنديين يمنيين في هجوم نفذه عناصر التنظيم بسيارتين ملغمتين بالأسلحة النارية خارج معسكر للجيش في جنوب شرقي اليمن في وقت مبكر من صباح اليوم الجيش اليمنى كذا نبأ الهجوم قال إن قواته تمكنت من قتل المهاجمين فيما تبحث عن الفارين بالمزارع المجاورة للمعسكر قرب بلدة بضا في محافظة حضرموت المنتجة للنفط يذكروا أن الجيش اليمنى والتحالف الذي تقوده السعودية يدعم الرئيس عبد الرب منصور هادي في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد تمكن من إخراج أفراد التنظيم من بعض المناطق في السنوات القليلة الماضية عن آخر تفاصيل ينضم علينا من صنعاء مرسلنا خليل القاهر إذن خليل كيف تتطور المواجهات في تعز وأيضا كيف يمكن أن نفسر هذا التراجع الذي تكبدته عفوانا المقاومة الشعبية في أكثر من موقع هناك يوم أمس الأول كانت المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي أعلنت سيطرتها على معظم مناطق السلو بينها المعقل الذي تمركز فيه الحوثيون وقوات الرئيس السابق منطقة الشرف وأعلنت أنها بهذا ربما المعركة على وشك الانتهاء في مديرية السلو جنوب شرق تعز ولكن بعد مرور ليلة واحدة تم الإعلان عن أن الحوثيين وقوات الرئيس السابق استعادوا جميع المناطق التي كانت المقاومة قد أعلنت السيطرة عليها وأن المقاومة الشعبية قد فرت من هذه المناطق المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي تقول بأن هذا الانسحاب ربما في إطار الانسحاب التكتيكي ولكن أيضا القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح الرئيس السابق وأيضا الحوثيين تقول بأنها شنت هجوما عنيفا ومزدوجا أدى إلى فرار المقاومة من هذه المناطق وبالتالي يمكن القول بأنها استعادت معظم المناطق في مديرية السلو وحتى هذه الأثناء ما تزال هناك معارك كر وفر في بعض المناطق التي ما تزال واقعة تحت سيطرة المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي وتحديدا في منطقة الصيرتين هذا بالنسبة لجنوب شرق تعز ولكن أيضا في الاتجاه الشرقي تجددت المواجهات في محيط القصر الجمهوري وأطراف معسكر التشريفات بالتزامن مع قصف مكثف شنو الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناطق تمركزهم في منطقة الحوبان والجند شرق تعز طيران التحالف كان قد نفذ عدد من الغارات الجوية في الاتجاه الغربي لتعز بينها منطقة الضباب الاستراتيجية التي تربط تعز بعدم من الناحية الجنوبية هذا بالنسبة لتطورات المعارك في جبهة تعز ولكن أيضا باختصار في نهم شرق العاصمة صنعان هناك معارك كر وفر وهناك العشرات من القتلى والجرحى من الطرفين في المناطق القريبة من جبل كحل والتلال المحيط به وفقا للمصادر أمنية أشكرك جزيل الشكر على جملة هذه التفاصيل مرسلنا من صنع خليل القاهري قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر تقليص توريد الكهرباء لقطاع غزة ونقلت صحيفتها أريتس العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قولها إن الوزراء تبنوا توصية للجيش بعدم تخفيف الحصار المفروض على غزة التي تديرها حركة حماس منذ عام 2007 وضفت الصحيفة أن القرار جاء استجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد قراره تقليص الأموال التي تدفعها السلطة مقابل كهرباء القطاع ووفقا للمصدر المسؤول فقد أوصى قادة الجيش بعدم تخفيف الحصار المفروض على غزة فيما حذر آخرون من أن هذا القرار من شأله التعجيل بالتصعيد على جبهة القطاع الذي يعاني من تدهور إنساني منذ سنوات وبموجب القرار ستتوقف الحكومة الإسرائيلية عن خصم مبلغ 18 مليون ونصف مليون دولار من أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة في غضون ذلك صدقت لجنة الوزرية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون لوقف مخصصات الأشطرة والجرحى الفلسطينيين التي تمنحهم إياها السلطة الفلسطينية القانون الذي حضي بتأييد مختلف الأحزاب الإسرائيلية يخول الحكومة الإسرائيلية خصم أموال ضخمة من عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة بحجة أن الأموال تقدم على شكل رواتب ومكافآت لأناس يرتكبون موصف بالأعمال التخريبية ضد الإسرائيليين أذوى من المفترض أن يقدم مشروع القانون لاحق للكنيسة للتصويت عليه بالقراءات الثلاثة قبل دخوله حيز التنفيذ ومعنا من رامالله مناسلنا بشار صغير ربما بشار مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصار قطع غزة ربما قد لا يبدو مستغربا لكن كيف تفسر السلطة الفلسطينية تقليص الأموال المخصصة للكهرباء في قطع غزة ما أصدأ هذا القرار في الشارع الفلسطيني نعم سارة كما تفضلت ما يعرف بالكابنة الإسرائيلي ألا وهو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي يجمع أهم القادة السياسيين والأمنيين الإسرائيليين قرر الموافقة على طلب السلطة الفلسطينية بتقليص الكهرباء الواصلة لقطاع غزة أي أن الحكومة الإسرائيلية بعد اليوم لن تقطع مبلغ 65 مليون شكل وهو ما يعادل تقريبا حوالي 18 مليون ونصف المليون دولار من العائدات الضربية التي كانت تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية مع العلم بأن هذا المبلغ كان يقططع لقاء مد قطاع غزة بـ 35% من الكهرباء الواصل إليها مع العلم بأن أصلا الكمية التي تصل قطاع غزة في الوقت الحالي قبل هذا القرار هي أصلا قليلة لا تسود حاجة الناس هناك تستمر لساعات قليلة فقط ومن شأن هذا القرار أن يسبب نتائج كارثية على أهالي قطاع غزة صارة كنت قد تواصلت مع المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية عفوا كنت قد تواصلت مع المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي لأخذ رد فعل أو تعقيب الحكومة الفلسطينية على قرار السلطة الفلسطينية وأخبرني بأن هذا يأتي كرد على استمرار حركة حماس أو ما أسماها بسلطة الأمر الواقع استمرارها فيما أسماه السياسات التي تعزز الانقسام الفلسطيني ورفضها التخلي عن المؤسسات الحكومية رفضها التخلي عن إدارة المعابر ورفضها لحل اللجنة الإدارية التي كانت قد خصصتها لإدارة شؤون قطاع غزة متهما بأن حركة حماس هي من تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة لما وصفها لجميع المآسي والصعوبات التي واجهها أهل القطاع ومن بينها نقص كمية الكهرباء أشكرك جزيلا شكر بشار صغير مرسلنا بن رام الله نبقى في الشأن الفلسطيني حيث قوبلت دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى حل وكالة الأمم المتحدة لقوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا برفض فلسطيني رسمي وشعبي وسنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير في بيان صحفية دعوة نتنياهو إلى تفكيك الأونروا ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وكان نتنياهو قد اتهم أمس الأحد الوكالة بالتحريد ضد إسرائيل والإبقاء على مشكلة اللاجئين بدلا من حلها أدل نتنياهو بتصريحته هذه بعد يومين من بيان للأونروا يقول إنها اكتشفت جزءا من نفق يمتد تحت اثنين من مدارسها داخل بخيم للاجئين في قطاع غزة من جانبها استنكرت حماس ما جاء في البيان وذكرت أنها استوضحت الأمر من كل فصائل المقاومة وقواها الذين أكدوا بكل وضوح أنه ليست لهم أي أعمال تخص المقاومة في المكان المذكور نحن نستنكر بشدة ما جاء في بيان أونروا من الادعاة لأن هناك نفق أسفل إحدى المدارس وسط قطاع غزة مما قد يشكل خطر هذه الادعاة على أبناء شعب الفلسطيني وقد تستغل مثل هذه التصريحات من قبل عدو الإسرائيلي لقتل المدنيين وسهداف المدارس وصل وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الآثاني إلى العاصمة البريطانية لندن للقاء وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون ومن بعدها سيتوجه إلى بريس للقاء وزير الخارجية الفرنسي جونيف لودغيان ذلك في إطار المساعة القطرية لإطلاع المسؤولين الأوروبيين على آخر التطورات في الأزمة الخليجية قال وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الآثاني إن الحوار الدبلوماسي هو الحل للأزمة الخليجية لكن أسسه لم تتوفر بعد وأشار إلى أن بلاده تتواصل مع أمير الكويت بشأن الوساطة مؤكدا عقب زيارته العاصمة البريطانية لندن على ضرورة حل المشاكل الإنسانية جراء الحصار قال إن واشنطن تتواصل مع الكويت بشأن الوساطة أيضا نشرتنا متواصلة معكم من التلفزيون العربي في لندن وفيها بعد الفاصل حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة ماكرون يتقدم في الجولة الأولى للانتخابات أهلا بكم من جديد قالت وزارة الداخلية السعودية إن ضابطا سعوديا قتل وأصيب إثنان آخران من أفراد الأمن السعودي إثر تعرض دورية في منطقة القطيف شرقية المملكة لعبوة ناسفة وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن التفجير الذي وصفته بأنه جريمة إرهابية وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد في حي المسورة وشهدت المنطقة الشرقية ومن ضمنها القطيف منذ عام 2014 هجمات واعتداءات تستهدف الشيعة تبنها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وأصفرت عن مقتل أكثر من أربعين شيعيين أذو يعيش غالبية الشيعة في السعودية في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ويشكون من التهميش فزا حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة رئيس الفرنسي مانويل مكرون بنسبة 32.6% من الأصوات بحسب النتائج الرسمية النهائية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد وقد حصل حزب مكرون على نحو 455 مقعدا في البرلمان المؤلف من 577 مقعدا وهو ما يعد أغلبية كبيرة فيما حل حزب الجمهوريين اليمني ثانيا بنسبة 21% بينما حصل حزب الجبهة الوطنية اليمني المتطرف على نسبة بلغت 13% هذا من المقرر أن تجرى الدورة الثانية من هذه الانتخابات يوم الأحد المقبل ينضم إلينا من باريس مفضنا محمد الحجي محمد كيف ينظر في فرنسا لنتائج الدورة الأول من هذه الانتخابات وأيضا هل هناك مؤشرات على أن يحافظ حزب رئيس الفرنسي على الصدارة في الجولة المقبلة نعم سارة شعبيا تم التعبير عن الانتخابات من خلال التصويت وهي النسبة التي فاز بها إمانيال ماكرون وبلغت 32% سياسيا الأحزاب وقدرة الأحزاب السياسية التي مونيت بخسارة كبيرة عبرت عن امتعاضها من الغالبية التي حققها ماكرون بعضهم قال أن الغياب والامتناع عن التصويت هو كان الفائز الأكبر إذ بلغ 51% وبعض الأحزاب خاصة حزب الاشتراك تم نعيه اليوم بخسارة رئيسه الذي حصل على نسبة بلغت 12% بينما الحزب بالعموم بلغت 9% أو حصل على 9% من النتيجة وهي طبعا نتيجة وخسارة مدوية لحزب كان يحكم قبل حوالي شهر من الآن الصحف الفرنسية اليوم أدت جميعها ارتياحا نحو فوز ماكرون مثلا صحيفة الفيغارو قالت بأن ماكرون يتجه إلى الأمام نحو أغلبية ساحقة بينما قالت صحيفة الباريزيين اليوم أن ماكرون حقق ضربة معلم كما تقول بالفرنسية على كل حال حزب ماكرون يبدو بأنه سيحافظ فعلا على نفس الخريطة التي حصل عليها في الدور الأول لأن كل تجمع الأحزاب لن يفيد في إقصاء هذا الرئيس الشاب الذي سيحصل على 455 مقعدا في الجمعية العمومية من أصل 577 وهي أغلبية مريحة ستساعد ماكرون على تثبيت ركائز حكمه في المرحلة القادمة بعد حصولها على أكثر من أو حوالي ثلاثة أرباع الجمعية الوطنية وهو الذي كان يسعى قبل أسابيع قليلة الحصول فقط على 289 مقعدا تخوله الحصول على أغلبية وتخوله أيضا بأن لا يتم إزعاجه خلال خمس سنوات وبالتالي تنفيذ البرنامج الرئاسي الذي وعد به خلال الانتخابات الرئاسية الماضية محمد الحجي مفادنا من باريس أشكرك جزيلا الشكر الآن إلى متابعة جولة سريعة في أهم الأخبار الاقتصادية قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي أن بإمكان بلاده الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى وأضاف العمادي أن هذه العقوبات ستلحق الدرار أيضا بالدول التي فرضتها على قطر جراء الأضرار التي ستلحق بقطع الأعمال في المنطقة بدأت الأجهزة المتخصصة في السعودية رسميا تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي تستهدف ما تعرف بالسلع ذات الأضرار على الصحة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسبة متفاوتة وتشمل قائمة السلع التي ستطبق عليها الضريبة بنسبة 100% التبغى ومشتقاته ومشروبات الطاقة في حين ستطبق على المشروبات الغازية الضريبة 50% ومن المتوقع أن تبلغ إرادات الضريبة على السلع الانتقائية في السعودية ما بين 5 مليارات ريال و7 مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطانة عمان إلى أكثر من 18 مليار دولار عام 2016 مقارنة بمليارين و500 مليون دولار في عام 2000 حسب منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي لهذا العام أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عمان شهد ارتفاعا غير مسبوقة رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم في ظل ضعف النمو الاقتصادي ومخاطر السياسة العامة تراجع مؤشر نيكايا القياسي جراء انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا بعد موجة بيع كثيف لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية في الجلسة السابقة وتصدرك أسهم شركات صنعات الرقائق وموردي أبل قائمة الخاسرين حيث أنهى سهم توكيو إلكترون المعاملات من خفاض نسبته 3% أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت شابا يبلغ من العمر 19 عاما في إطار تحقيقاتها بشأن الهجوب الإرهابي على جسر لندن الذي وقع مطلع الشهر الجري وقالت أن الرجل تم القبض عليه في منطقة باركينغ شرقية لندن وهو محتجز للاشتباه في انتهاكه قانون الإرهاب وتحتجز الشرطة ستة رجال آخرين على خلفية الهجوم على منطقة جسر لندن الذي أصفر عن مصرع ثمانية أشخاص وكان ثلاثة رجال قد نفذوا هجوما بسيارة والسكين قبل تسعة أيام أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريحة قبل مقتل المهاجمين ثلاثة على يد الشرطة أهم أخبار دوريات العربية والعالمية نتابعها في هذه الجولة الرياضية يسعى المنتخب الإيراني إلى حجز تذكرة العبور إلى مونديال روسيا 2018 عندما يستضيف نظيره الأسبكي في قمة النارية ضمن حساب مباريات الجولة الثامنة المجموعة الأولى من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى العرص العالمي المنتخب الإيراني الذي لم يضق طعم الهزيمة في التصفيات يحتل صدارة المجموعة برصيد سبع عشرة نقطة وفي حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم سيضمن إحدى بطاقته التأهل المباشر فيما يسعى الضيوف للخروج بنقطة على قل تقدير من أجل حفاظ على مالهم في خطف البطاقة الثانية وتجنب خوض مباريات الملحق يتطلع الوداد البيضاوي إلى تحقيق فوز معنوي على حساب نظير الفتح الرباطي في مباراة مؤجلة عن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المغربي والقت الخسارة الأخيرة التي مني بها الوداد أمام الأهل المصري بهدفين دون رد في دوري أبطال إفريقيا بظلالها على الفريق خاصة أنها الثانية على التوالي إذ يعيش الفريق فترة سية قبل أن يتسلم الفريق البيضاوي درع الدوري تغلب أساطير النادي ريال مدريد الإسبانية على أساطير روما برباعية نظيفة في معقل سانتياغو برنابيو وتأتي هذه المباراة في احتفال سنوي تقيمه مؤسسة ريال مدريد وتذهب عوائد هذه المباراة إلى أفريقيا من أجل حد من تفشي الفقر والجوع في القارة السمراء وتعد هذه النسخة الثامنة من المباراة التي يطلق عليها اسم مباراة القلب وشاهدت المباراة ومشاركة العديد من أساطير ريال مدريد مثل راول جونزاليس وروبرتو كارلوس والبرازيلي رونالدو ولويس فيغو تشتهر وانواكشوت بأنها العاصمة التي لا تنام في شهر رمضان وتتبايز الصهارات التي تصدفها المقاهي والساحات أحيانا وصحار الضواحي أحيانا أخرى بالتنوع وإن ضل الشاي الذي يعد وفق تقاليد وتقوس موريتانية متوارثة محورا لمختلف جلسات السمراء في الظروف العادية يتناول الموريتاني ما لا يقل عن تسعة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم هذا النظام يختل في رمضان تطل جلسات الليل لقضاء فوائد الشاي وقد تتخللها الحكايات الشعرية من المعروف أن الشاي يكتسي أهمية خاصة لدي الموريتاني لكنه في رمضان يكتسي أهمية أكبر لليالي بجلسات السمراء التي توقع حوله تتناشد الأشعار والآداب ليالي رمضان مناسبة لممارسة ما تيسر من العبادات والترفيه والنشاطات الرياضية المختلفة في مدينة موكشوت التي لا تنام عادة البرنامج يبدأ بعد الإفطار وصلاة الإشاءين والتراويح ثم بعد ذلك ينطلق كل إلى وجهته منهم من يذهب إلى المديح منهم من يذهب إلى ليالي السهرات الشعرية وللأطفال كذلك من فسحة الشاري الفضيل ورحماته حظ ونصيل وفي ليالي رمضان يفضل البعض الخروج عن ضوضاء المدينة للاستمتاع بأجواء الصحراء تحت أضواء القمر والنجوم يحلو للكثيرين هنا إحياء ليالي الشاري الفضيل بطريقتهم الخاصة أجواء الصحراء هذه تعيد هؤلاء الشباب ولولي ساعات إلى بعض جوانب الحياة البدوية وما يتصل بعاداتها وتقاليدها الغذائية نحن نخرج في الليل إلى هذه الصحراء لنجد فيها الشاي نجد فيها اللبن النوق نجد فيها البساطة اللحم المشوي يعني أكثر ما يميز الثقافة الموريتانية على هذا النسق أحيى الموريتانيون هذه الليلة في انتظار يوم رمضاني آخر محمد عبدالله ممين التليزيون العربي واكشوت ختم النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة